قتل سبعة أشخاص على الأقل بينهم ثلاثة من أفراد عائلة واحدة جراء قصف أصاب منطقتين سكنيتين في بنغازي شرقية ليبيا وفق ما أعلنه مصدر محلي وأكد مركز بنغازي الطبي أن منطقتين الحميضة والكبش تعرضت لما وصفه المركز بقصف عشوائي من دون تحديد الجهة التي تقف وراءه وتشهد المدينة منذ أكثر من عام معارك يومية وقصفا متبادلا بين قوات الحكومة المؤقتة التابعة لبرلمان طبرق ومجموعات مسلحة تنضوي تحت لواء مجلس شورى ثوار بنغازي المتحالف مع السلطات الحاكمة في العاصمة